قالت الحكومة السويدية اليوم إنها ستمنح أوكرانيا طائرتين استطلاع وتحكم بالرادار لتعزيز دفاعاتها الجوية في إطار أكبر حزمة مساعدات تقدمها لكييف حتى الآن والتي تبلغ قيمتها مليار وثلاثمائة مليون دولار وذكرت سويدا طائرتين استطلاع والتحكم من طراز ESC 890 ستطيحان فرصة تحديد الأهداف بعيدة المدى بشكل أسهل وستساعد أوكرانيا في تشغيل مقاتلات الـ F-16 التي ستقدمها دول غربية أخرى وقالت الحكومة السويدية الأسبوع الماضي إنها وافقت على تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا يبلغ إجمالا سبعة مليارات ومائة مليون دولار على مدى ثلاث سنوات